الاول كان من العلاقة. الاول كان ده يعني مصير العلاقة بس هون مش بيكون مصير مطلق يعني هون مجرد طاقة. مال قادم في حياة برج الحمل اللي عايز يبين. اوكي شكلك اتعرضت يا برج الحمل حاجة صعبة. طاقة العامة من الورق. اتعرضت الحاجة صعبة اخي ده يا اخي انا. مشاكل. حاجة فيها مالي فيها اكتر من شخص يعني مش حاجة تخص الشريك بس يعني كلام مسلا سيء. لان ده ممكن كمان يكون كلامي في صمع او كده. فشكلك اتعرضت الحاجة الصعبة يا برج الحمل. الطاقة بتاعتك طاقة حب. طاقة مشاعر. انت في عندك حب تجاه حد في الوقت الحالي. او انت بتفكر انك انت هتقدم عرض حب لحد في الطاقة الحالية. فيه تفكير كتير في كده. او انت عندك تحب يعني او مشاعر تجاه فيه طاقة حب يعني. برج الحمل طاقتك في الوقت الحالي. فيه او فيه حد انت قدمت له حب ومشاعر والحد ده خانك خدعك خزبك او انت بتراقب كمان حد او انت بتراقب حد لكن انت موضوع مسلا من علاقة من الماضي او من الصابق او كده. وبقيت حذر في العلاقات. بقيت حذر ان انك تقدم مشاعرك لحد او كده فيه او خايف او انت بتحب حد فيه عنده طرف تالت. يعني كل حد ياخد الكراءة بالشكل المناسب ليه. يعني فيه عنده طرف تاني او انت اللي عندك الطرف التاني ومش عادر مثلا تقول مشاعرك للشخص التاني. فاخد الاحتمال المنسب ليه. طاقت شريكك. طاقت شريكك. القمر المون. ممكن ده شخص مختفي. ممكن ده شخص انت ما تعرفش عنه كتير. ممكن ده شخص غامض. ممكن هم حزين في الوقت الحالي. طاقت شريك برج الحمر. الشخص ده ممكن يكون مختفي مبتعد نشباين او انت ما تعرفش عنه حاجة قوي او او هو منعزل عن الناس او كده وبدأ حاجة جديدة في حياته وبيعمل توازن في حياته. بصه هو طاقته حلوة. بالذات ان هنا كمان في الطاقة بتاعته يعني هنا الامر وهنا الشمس طاقته فيها توازن فعلا في الوقت الحالي. ممكن هو مبتعد مثلا لتأمل او بداية حاجة جديدة في حياته في الوقت الحالي. ممكن هو كمان بيرقبك. بس بشكل مختلف عن الشكل انت بترقبه به. لان انت عندك شبه كده فيه علاقات بسبب خداية. يا اما خداية متكارب من نفس هاشة. يا اما حاجة حصلت ليك في السابق او في المؤذي. طاقت العلاقه بينكو انتو الاثنين. طاقت العلاقه بينكو انتو الاثنين. حيب انا شايفة الطاقة فيها حماس. طاقة فيها شغف. فيها توازن. فيها اتنين ازجاع. اتنين محبين. اتنين نكحين. شايفة شايفة احرف حرف الان. حرف الام. حرف الäter. حرف الى اتش. حرف اللب. اااااااا دي ممكن حروف تخص حد من قلكو او كده. شايفة طاقت العلاقه بينكو. فيها رغبة في اعتذار او مصالحة. او الاعتراض بحب او اعتراف بمشاعر. آآ وفيه قرار لازم يتخذ بشأن ده. فيه فيه كمان انتو شايفين ممكن تكونوا انتو الاتنين بين نفس الصعيم. من نفس البرج او من نفس يعني انتو الاتنين بسل ما تكونوا برج لادي او انتو الاتنين تكونوا حمل. فيه احتمال ده. او حاسين انه انتو الاتنين براية البعض. تمام? مشاعروا تجاهك التامبرانس مش عارة اجاهك حلوة قوي 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 مش عارة اجاهك بايسة انا شايفة هنا ده شخص طيب شخص طيب شخص كويس شخص منراز لتحسين وضعه وتحسين نفسه بادئ حاجة جديدة ممكن يكون فيه بينك وبينه فرق سنة ده للبعض أو تعرفه من زمان أو تشوفه تحس انك انت تعرفه من زمان المنبي مشاعره هنا تجاهك كمشاعر محبة مشاعر سلام مشاعر التواصل روحي مشاعر شفاء ممكن الشخص ده انت من اسباب مثلا تنجحه في حياته أو تقدمه في حياته قون ان هو بس بيفكر فيك شايفة شخص روحاني التامبرانس ده له كارت برج القوس ده ممكن يكون شخص كمان روحاني أو بيستعمل روحانياته أو عينه التالتة آآ آآ قوي مشاعره تجاهك أو تجاه العلاقة القمر برضو الشخص ده انت بتساعده ان هو يتوازن في حاجة صعبة وهو مر بيها يعني مش انت بس اللي عندك حاجة صعبة هو كمان حاجة صعبة هو مر بيها انت بتساعده ان هو يعمل توازن حاسس بتواصل روحي قوي بينك وبينه ممكن انت كمان بالنسبة له غامل او احسيسك او مشاعرك غامضة بالنسبة له في الوقت الحالي الشخص ده متفاجئ او متفاجئ في الوقت الحالي بالمشاعر اللي هو حاسسها اللي هو حاسسها نحياتك او الشخص ده حزين في الوقت الحالي بسبب انفصال حصل بينك وبينه فيه تروم قوي جدا خصل بينك وبينه انهيار للعلاقة شخص ده حزين جدا في الوقت الحالي وبيحاول ان هو يتواصل معك على اقل روحيا في الطاقة الحالية عشان يجذبك لي تاني او انك انت تسمحه او ان هو يحاول يسمحك اين كان مين العمل في مين نوايات تجاهك او تجاه العلاقة ايه نوايات زي فعن شخص ده عند ورق قوي جدا ورق واضح جدا نوايات جهك ان هو يوضح لك حاجة يوضح لك امور يكشف لك مثلا اصرار معينة يكلمك عن نفسه لان هو هنا الامر هو مختفي هو غامض هو منعدل عن الاخرين هنا ممكن يكون عامل يتاوز يوضح لك اللي هو بيحس بي نوايات في جاهك او تجاه العلاقة شخص ده نوايات في جاهك او تجاه العلاقة ممكن انت يبين لك حاجة مثلا حصلت في حياته او ان هو اتعرض لايه في حياته الشخص ده متردد ممكن في الوقت الحالي بسبب ان فيه شيء لازم ينهيه في حياته الاول هو عنده اكيد انه شعر حب تجاهك لكن فيه حاجات لازم تحصل تغييرات في حياته عشان الشمس دي تطلع او الشمس دي تكون او الامور دي توضح الحاجات دي لازم تنتهي اللي موجودة في حياته او في حياتك يعني خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة ده فرح اا زي ما قلت فيه حاجات لازم تخلص خالص وتبدأه من زيرو الشخص ده اا كمان عاوز ياخد خطوة ممكن تكون مش محسوبة قوي مش مدروسة قوي اا او بمجرد انتهاء الشيء السيء مثلا انه بتمره به او بتمر به العلاقة ياخد القرار على طول او يبدأ معك بداية جديدة تماما لو انت شخصي انا شايفة هنا للبعض ممكن ده شخصي جديد للبعض الاخر ممكن ده شخصي انت كنت معاه في اا مشاكل حزن قلم او كده والشخص ده بيعيد برمجة نفسه وحياته في الوقت الحياة نوايات جاهك اا خطواته القادمة تجاهك شخص ده جايلك بطيبة وحب بسلام شخص روحاني جدا حكيم اتعرض لحاجات كتير اكسبته حكمة خبرة عقل اا ممكن يكون هو سنه صغير مثلا وعقله اكبر من سنه اا ممكن يكون هو شخص متدين لكن مش بالشكل الظاهري بالشكل ربما ده مش بحب كلمة المتدين دي يعني بس كأن حد بيفتعل الشيء يعني لكن هو كأنه شخص عنده الحدث قوي جدا عنده طاقة العين التالتة موجودة قوي يعني او هو بيتبع حدثه بشكل كبير اا ايه وفيه شوية اسرار برضه فيه شوية اسرار عنده في نهاية او في خطواته او كده هو مش مش مفصح عنها للاخرين انضيك في الوقت الحالي الاوت كان للعلاقة زي اللي افرس انت يا اما هو هيسيب حد وراي اما انت هيسيب حد وراك المهم اللي هو هيكون موجودين مع بعض ده كرت العاشقين الكرت ده مش بيقوني اوي جاوين لكن هيكون فيه علاقة يعني هيكون فيه مشاعر وحبه وكده اا ايه نوايا تجاهك او تجاه العلاقة اا puck my konsong اا اا محورAlright come الاعتاد the outcome الاعة او دي식 نقولم اا اه فيه مشاعر فيه حكبه فيه تقدير فيه استكرار فيه تغيير لحاله انتو بتعشوه في الوقت الحين ممكن يكون فيه حاجه فيهاспوص تشتغله مع بعض أه فيه صفر ممكن تستفجوله مع بعض ممكن الشغل ده يكون عن طريق الانترنت ممكن فيه نوع من انواع الاستقرار يعني او شخص ده يكون انت رئيسه في العمل او هو رئيسات في العمل بيحسب بينكم مشاعر حب او يعترف لك بالحب اللي عنده ده او كده بس في حاجة مثلا هتخلوها في بدايتها ما تكونش ظهرة للاخرين يعني ما يكونش الاخرين يعلموا عنها يعني انا عايزة اشوف من الرومانس مشاعره تجاهك او تجاه العلامك لان هنا هو حاسس بايه لكن ما فيش مشاعر تجاهك ايه مشاعر تجاهك او تجاه العلاقة؟ حبي فيكو كانت فعلاتة سامة او فتاقة سامة او عنده طاقة ادمان مثلا ادمان على حاجة او كده شايفة فيه في مشاعر تجاهك او تجاه العلاقة في مشاعر حب ممكن كمان ممكن تكون واصلة للتعلق او الشخص ده مدمن على شيء بواصله حاجات كتير في حياته في السابق وهو بيحاول يعمل شفاء متوازن فيه الوقت الحالي. او كان في علاقة سامة او علاقة فيها تعلق عملك له مشاكل في حياته. هو بيحاول يخرج منها. آآ هنا كمان في مشاعر تجاهك. الشخص ده ممكن يكون بيدا يا ربنا انه تكونوا موجودين مع بعض. يكون مستعد ان هو يبزل مجهود اكبر لان هو شايف انك انسى الحب الكبير بالنسبانه. الابراج الموجودة هنا يا برج الحمل انا شايفة برج الحوت العقرب السرطان الميزان الاسد القوس عقرب تاني عزراء حمل آآ صورة عزراء جوزاء دي الابراج اللي موجودة برج الاسد برضو تاني او القوس دي الابراج والطقات اللي موجودة. آآ آآ قادم في حياة العازبين فيه شخص يحبك اوه. ممكن يكون اظهر منك آآآ ممكن يكون شخص انت كنت معي وعايز يقدم لك اعتذار او مصالحة او كده. من قادم. ممكن كمان جاي لك رزق خير او كده لان انا هيا بقولك من قادم مش من القادم. من قادم بتشمل آآ زواج آآ عمل آآ نجاح ارتباط آآ فلوس آآ اي حاجة ممكن تظهر قدامنا. من قادم لبرج الحمل في الفترة اللي جاي. طب اللي اتنين يا بورج. اللي اتنين ممكن انت فيه ارتباط ممكن يحفر فيه ضواج مع شخص هو المتطقل. انا شايفة شخص روحاني جدا على فكرة. لو القراءة دي مش مناسبة معيك فانت ممكن ما تكملش يعني تبقى هي مش متطبقة معك. يعني لو انت مسلا شريكك آآ صعب وفظيع وخاين وعمل ومعرفش ايه. فتبقى دي مش مناسبة او يمكن اتحسن او تغير يعني انا شايفة شخص روحاني عمل استقرار استقلال لنفسه. الحالة بس اقول لك على الحالة. حالة الحب دي آآ بتكون حلوة قوي لو هو حد آآ مستغني بنفسه عن الجميع. حالة الحب اللي بتكون دي حتا كده توقية هدهالكو اللي بتكون فيها احتياج احتياج آآ لفلوس ان حد مسلا يكون مسؤول عني او يصرف عليا او كده. احتياج لمشاعر ان حد يعطف عليا احتياج لاهتمام احتياج احتياج. طاقت الاحتياج بتجذب الشريك الخطأ اللي هو يعذبك في الشيء اللي انت محتاجه. تمام? طاقت الاستغناء والاكتفاء بالذات آآ طاقت بتجذب آآ زواج ناجح آآ شريك مناسب آآ آآ ويحسي ويخليك على الوضع ده دايما. يعني خليك انك انت شخص مكتفي وعندك طاقة استغناء. فخل ما بالكم من الطاقة بتاعتكو انتو بتجذبه الشريك الحياة او انتو بتختاره شريك الحياة او انتو بيحصل فيه تصالح او عودة. عشان الموضوع يستمر لازم اكون انا مبسوط وانا مع نفسي. ومتصالح وانا مع نفسي. وسعيد وانا مع نفسي عشان اجيب طاقة شبيهة دي. لو انا فيه طاقة فقر لأي شيء فانا هجيب برضو الطاقة اللي شبيهة آآ لي. خدوا بالكم من النقطة دي. آآ شايفة هنا برج ثور او برج عزراء. طاقات آآ طاقات مائية. آآ شخصا رفهاني جدا. ممكن تكون آآ العلاقة دي هتروح الزواجة على فكرة استقرار وممكن كمان يكون فيها عمل مشترك. اهو. الزواج بلد من الزواج. زواج. فيه زواج اكيد برج الحمل. لو الطاقة مش همع اكمل البداية او اجتماع او لام شام او مصالحة ايه جان وضع تاها قوائي. لكن انا شايفة فيه ودنج. فيه اه ارتباط فيه زواج. آآ وشايفة ناجح كمان. شايفة ناجح. باعدكم ممكن او انت بالفعل لقيت الشريك. على فكرة مشكلة ورقاتين. آآ لازم تكون حالتك كده. لازم تكون الطاقة بتاعتك او الحالة بتاعتك ايجابية. تمام? وبعضكم ممكن يكون عينة من مشاكل اسرية في الصوت. لازم ان هو يتحرر منها. دي الطاقة بتاعت الواجة. تمام? آآ بعضكم عينة من المشكلات. ممكن يكون مشكلة في الاسرة بينك وبين الشخص ده. او بينك وبين شريك اخر. او هو بينه وبين شريك اخر. في سيركل معين انت بتلفي فيه بقى لك فترة. ممكن ده بيسبب لك فشح في علاقاتك العاطفية. بسبب حاجة حصلت في حياتك. ممكن ده ما يكونش خاص بيك. يعني ممكن يكون خاص باسرتك بالاسرة الكبيرة عندك. اللي هما الاب والامة او كده. ممكن تكون مسلا كان فيها انفصال او كان فيها لخبطة مسلا. آآ فانت عندك مشكلة من الطفولة. ممكن ده ما يبانش يعني ممكن ده انت ما تكونش حس بيه او مدريك. فده محتاج مسلا انك تعمل تأمل. آآ تعمق اكتر. تشوف ايه. اسباب اللي بتخلي حاجات في حياتك آآ تبوز بالزاعة على المستوى العاطف اللي هو احنا بنكترم عنه في الوقت الحالي. وتتحرر منها. تتحرر من شكل الافكار اللي بتوصل لعلاقاتك ان هي ما تكونش نجحة. او ان هي يكون فيها قلم او قلق او خوف او عدم احساس بامان او الاحجات دي كلها لازم انت تتحرر منها. فانت على الطرف الاخر وتكون تفكيرك ايجابي تجاه الاشخاص. آآ تفكيرك واحاسيسك. لان لازم الافكار تلبطها آآ بمشاعر علشان تتحقق. زي كده لما بنزعر ونحزن وآآ او نفكر في طاقة سلبية فبناءا عليه بنحس بمشاعر سلبية وحزن وقلم. بناءة عليه آآ يحصل في حياتنا كثير من الالم كثير من السلبية. آآ نفس الكلام لو احنا فكرنا بشكل آآ آآ ايجابي. آآ وحسينا بشعر ايجابية. بيحصل في حياتنا احداث ايجابية ويدخلوا حياتنا اشخاص ايجابيين. خلوا بالكم النقطة دي كويس قوية يا برج الحمار. طيب نشوف ايجابة الملائكة لبرد الحمار. نفس الكلام. آآ بعدكم في عندي مشكلة مع حد او هو او شايف حد مثلا في الماء او كده. طيب هنا بيقول لك في حاجة تانية احسن او في حاجة تانية افضل. ممكن يكون شخص. ممكن يكون فكرة. ممكن يكون تصرف. يعني في حاجة تانية احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي. تأكيدا عليه هنا بيقول لك تشوف نيوب هنا اختار طريق تاني او اختار طريقة تانية. ففي حاجة احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي او احسن من الوضع اللي انت موجود فيه دلوقتي. والحاجة دي في ايدك انت اللي تعملها يعني. هنا كمان بيقول لك خلي حد يساعدك. خلي حد يستشير حد. الحد ده لازم يكون حد خبرة في الحاجة اللي انت عايز تستشوف فيها. من الواضح انك انت لازم تلجأ لحد للمساعدة في الوقت الحالي. او ممكن تلجأ لربنا سبحانه وتعالى استخارع لاني بستو غيرها دي تحت الورقة بتاعكه خطير بصراحة يعني. اه هنا بردو انت مطلوب منك ميديتيشن او التأمل او الدعاء او انك انت تعد في لحظات كده تاخد فيها وقت مع نفسك. انت عندك لغبطة في دماغك او حاجات اسئلة مش خايل فيها اجابات. هتدي لك الاجابات في اللحظات دي. اللي انت هتعمل فيها تأمل او استخارة او تدعي ربنا او اي امكان يعني. وبالشكل اللي فيه انت يعنيه معتقلك او دينك. فيه عندك بداية جديدة نجاح من اول والديد. صفحة جديدة تماما لحياتك وهينا بيقول فيه حاجة لازم تسيبها او تتخلص منها افكار اشخاص تصرفات عادات او اي امكان. عشان انت فيه صفحة جديدة تماما لحياتك. اشتركوا في القناة